يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اللي جاي ده قصة عبرة بصحيح عبرة فيها كل العبر كمان حكاية ولا في الأحلام مش حكاية كرة قدم ولا حكاية مباراة ولا حكاية بطولة أكسبها النهاردة منتخب كوديفار بس حكاية مليانة 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 عبر إنسانية حكاية غريبة كوديفار بتلعب على أرضها وسط جمهورها بتسعد للدور القادم بثلاث نقاط فقط بأداء مخيب جدا للأمال بأداء هزيل جدا بتسعد من أفضل سوالس بمعجزة بتخسر في الدور الأول من منتخب غينيا الاستوائية برباعية نظيفة منتخب كوديفار اللي خلاص ودع البطولة اللي مدربه ودع البطولة اللي تم إقالته رسميا بعد الخروج كلينكيا من الدور الأول تعود كوديفار للبطولة ضمن أفضل سوالس وتبدأ تنطلق مشهد حرفيا وأنا بفرج على المباراة النهاردة الفاينال أو أنا بفرج على مسيرة كوديفار في هذه البطولة عارفين المشهد الدرامي الشهير جدا اللي في كثير من الأفلام والمسلسلات لما الشخص بطل الفيلم بطل المسلسل يجيله أزمة قلبية ويبدأ الناس تسرخ وتخاف وتترعب يخش قط العمليات يعملوله الصدمات الكهربائية مرة مش راضي يقوم مرة تانية مش راضي يقوم مرة تالتة مش راضي يقول برة ربعة بيفتح عينه هو المشهد هو المشهد بالزبط فعادت كوديفار للحياة حلو حلو يجي مدير فني يجي مدير فني مؤقت مدير فني طوارئ فايه حكاية برضو درامية جدا الراجل ده كان بيلعب كورة بيلعب في نادي نانت الفرنسي انضم ليه منتخب كوديفار وبدأ يبقى لاعب دولي كبير كبير يعني بيلعب في نص الملعب يعني وهو في احدى معسكرات منتخب كوديفار قبل كأس الامم الافريقية يحصل له مشكلة صحية يعمل فحوصات طبية يطلع عنده التهابات في الوريد اعراض بقى بتجيله تشنجات وتعب في الرقبة وفي جسمه تفاصيل صحية كثيرة جدا خليته يضطر يعتزل كرة القدم وهو في عمر 28 عام وقتها قال ان انا لاعب سيء الحظ انا اكتر لاعب القدر ظلمه انا اكتر لاعب ما كنتش محظوظ كان مسيرتي ما فوت بقى افضل من كده بكتير كان نفسي اكسب كاس الامم الافريقية مع منتخب بلدي بعدها رائع تازل سافر فرنسا خد كورسات تدريب ودورات تدريبية كثيرة عمل معايشات مسك فريق شباب نيس الفرنسي وبدأ ياخد مسيرته كمدرب في سن صغير جدا مسك منتخب كوديفور تحت 23 سنة من عامين يعني في 2022 وبعد كده بقى مدرب مساعد في الجهاز الفني المنتخب الاول منتخب كوديفور الاول جيمشي مدرب كوديفور ويتولى هو مسئولية صعبة جدا في منتخب ربما واحد من اقل منتخبات كوديفور على مر التاريخ مش منتخب كو مش منتخب كبير بالمقارنة بالماضي يعني ده ما مسك المهمة بعد جزكيل موديل فني السابق لمنتخب كوديفور عمل ما هو اشبه بالمعجزة مباراة بعد مباراة بعد مباراة لحد ما وصلنا النهاردة تبقى متأخر بهدف وتسجل هدفين وتفوز بالبطولة مدرب حصل له ازمة صحية كبيرة انهت مشواره في كرة القدم مبكرا كلاعب يدرب بالصدفة المنتخب الافواري يقودهم للفوز بكأس الام الأفريقية على ملعبهم ووسط جمهورهم كوديفور نفسها كمنتخب كان على وشك الموت ورجعت مرة اخرى للحياة مهاجم اللي سجل الهدف التاني النهاردة الكوديفور وهدف الفوز واحد افضل لاعبي هذه البطولة سبستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند اللي من سنتين بس كان على حافة الموت ايضا يصاب بالمرض اللعين يصاب بالسرطان شخص عادي يصاب بهذا المرض اللعين بيبقى عنده مشاكل كثيرة في صحته اصر وصمم كان عنده الاراضة انه يعمل عملية جراحية ويزيل الورم ويرجع تاني لكرة القدم بعد غياب اكتر من سنة ويرجع ويقود كوديفور للفوز النهاردة بهذه البطولة بهدف رائع جدا منتخب بالكامل على حافة الموت يعود الحياة مدرب اعتزل بسن مبكر بسبب المرض لاعب كان على وشك الموت بالمرض اللعين قصة درامية كاملة متكاملة تتعامل فيلم سينمائي فيها كل العبر فيها انه مفيش حاجة فعليا في حياتنا جميعا اسمها مستحيل الوقت بقى ايه هطلع بره كرة القدم محدش تاني يقول ان فيه اي حاجة في حياتنا مستحيلة لمرض هيهزمك لا ظروف هتهزمك لا ضغوطات هتهزمك مفيش اي حاجة ممكن تهزمك لو انت عندك الاراضة مهما كانت الظروف حكاية عظيمة حكاية كوديفوري النهاردة اللي فاز 2-1 على المنتخب الناجيري وهذا تكسب البطولة بالمناسبة المنتخب الناجيري هو افضل منتخب في القرى حاليا عنده لعيبة رائعة جدا عنده لعيبة مميزة جدا قيمة تسوقية الاعلى في القرى الافريقية عندهم افضل اللعب في القرى الافريقية ريكتور اوسمن للنهاردة ناجيري عانلت الشروط التاني لان ريكتور اوسمن تقريبا الشروط التاني كله بيلعبوه ومصاب بشد في العضر الخلفية وكان واضح عليه التأثر مع نهاية الشروط الاول